اشتركوا في القناة الموجود في برج الجوزاء ولكن بعد ساعتين بيكون انتقل وانهى خلو المسار اللي هو مازال قائم وبعدها بده ينتقل ويصير في برج السرطان يعني طيلة ايام الاحد رح يكون في برج السرطان هو الان موجود في منزلة النثرة وهي للمحبة والزواج والصلح وقوضاء الحوائج ورح يمكث في هاي المنزلة لغاية الساعة ستة واربع دقائق من مساء يوم الاحد بعدها بده ينتقل لمنزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل طبعا بما ان القمر موجود ما زال في برج الجوزاء لمدة ساعتين ضايله فما رح نحكي عنه لانه ذكرنا في حلقة الامس ولكن ضايلنا ساعتين وعشر دقائق هن هدولا يعتبر ان خلو مسار وخلو المسار هذا مستمر من الساعة اربع وعشر دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش فعشان هيك هاي الفترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة اربع وعشر دقائق من مساء هذه الليلة اللي هي السبت على الاحد القمر بنتقل وبصير في برج السرطان عشان هيك من الان بدأنا نشعر انه بقوة العاطفة او من حاول خلق جو من الامان انه لا احبانا مني اللي عمل اشياء بتريحنا من ناحية اخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها من يضرف الدمع وهو يقلب صور تذكرية في البومه يجب ان ننتفيه اكثر لا طعامنا وشربنا لانه بالفترة هاي بنشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لانه حساسيتهم بتكون في اوجها في هاي الفترة اللي خلال هذا اليوم بوسعنا الاهتمام بمسائل الى علاقة بالعقارات كاستجار او بيع او صيانة ترتيب اشياء من هذا القبيل او زراعة نبتة او شجيرة او الانتباه اكثر لاطفالنا وقضى وقت ممتع في البيت بالنسبة للزوايا طبعا في زاوية رح تتشكل برضو بعد انتهاء خلو المسار هاي الزاوية طبعا بدأ تأثيرها الان هو موجود تأثيرها هي ذروتها الساعة ستة وثلاثة واربعين دقيقة من مساء الليلة اللي هي السبت على الاحد وبتستمر هاي الزاوية تأثيراتها لغاية ساعة الصباح فعشان هيك يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا اما بالنسبة للزوايا البطيئة فطبعا في عنا زاوية اليوم رح تبدأ ذروتها وهي زاوية خطيرة جدا هي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين بلوتو تأثيراتها من اليوم ستة عشر وبتستمر لغاية يوم ثلاثة وعشرين عشر تأثيراتها طبعا ذروتها يوم تسعة عشر في تمام ساعة وحدة واثنين وثلاثين دقيقة بعد الظهر هاي الزاوية بمأنه الشمس القوة والعنف وبلوتو اللي ببدأ بكل شيء وبينصف كل شيء أو بيدمر كل شيء عشان يبدأ من أول وجديد ففي خلال هاي الفترة بتور أعمال عنف ومواجهات إلها علاقة بالنيران والمعادن علينا إحنا كأفراد هي بتعزز التسلط عند البعض وبيحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين هذا التحويل بيأدي لتحويل جذري على المستوى المهني أو العائلي لبعض الأشخاص برضو بالنسبة لدوليا فهي بدل على وجود مؤامرات ضد حكومة ما سواء داخلي أو خارجي وقيام الحكومة بالتعبئة ضد بعض الجماعات الإرهابية اللي بتحاول زعزعة الأمن والاستقرار هناك احتمال وقوع حوادث العلاقة بالنيران كالحرائق أو الظواهر الطبيعية كالزلازل البراكين التعري وأيضا بما أنه هو في برج هوائي وبلوتو موجود في برج إلو علاقة بالتراب فهنا احتمالية أمور إلها علاقة زي ما حكينا بالزلازل وإلها علاقة بالعواصف أو الغبار أو الرياح الشديدة أو الأشياء اللي إلها علاقة بالأعاصير أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت إيجابية بين الشمس وبين زحل وهاي طبعا تأثيراتها حكينا أنه اليوم آخر يوم لتأثيراتها بتتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وبرضو عنا بصير قدرة لتحمل المسئولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت إيجابية بين الزهرة وبين زحل وهاي طبعا تأثيراتها برضو اليوم آخر يوم لتأثيراتها مناسبة لاستقرار العلاقات العاطفية وبيضمن لك إخلاص محبوبك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت إيجابية بين الشمس وبين المريخ وهذه تأثيرات لغاية 22 عشرة بتعزز قدرتنا على القيادة ونتشجع على القيام على خطوة جديدة وجريئة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين نبتون وحكينا أن هذه تأثيرات لغاية 22 عشرة بينتبنا شعور بالتشتت وعدم التركيز وتزداد حالة التسمم الغذائي ممكن نتعامل مع بعض الأشخاص ونكتشف لاحقا أنهم بيكذبوا علينا بدهم يحذروا الأشخاص اللي بيتناولوا الأدوي لأنهم في هذه الفترة ممكن يتناولوا أدوي بطريق الخطأ بدل على اضطرابات سياسية في بلد ما بسبب ازدياد منفوذ الجيش أو ازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية المتطرفة وممكن تشهد هذه الفترة بعض الظواهر الطبيعية أو الحوادث الطبيعية كالفيضانات أو غرق بعض الصفن أو ناقلات البترول أو مشاكل إلها علاقة بالنفط أو حرائق أو إضرابات في قطاع الصناعة والصحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين الزهرة وهاي طبعا مستمرة لغاية خمسة حداعش يعني يوجد نظرة إيجابية وتفاؤلية للحياة بصورة عامة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة وهي زاوية تربيع سلبية منفصلة ما بين زحل وما بين أورانوس وهي تأثيراتها لغاية 16-11 منصبح من دفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبالدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومي ما واحتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث إلها علاقة بالسك الحديد وبالدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل مع القمر ما فيه زاوية وحيدة رح تتشكل في ساعات الصباح يعني تأثيراتها طيلة اليوم هي زاوية تربيع سلبية ما بين القمر وما بين عطارد هي دروتها الساعة 17-18 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش فبعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لطائل منها وبتجعلهم مزاجي طبع أما بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم فعنا المعدة الكبد الصدر الغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب والصفاق هذولا هم الأكثر حساسية معناته العمليات اللي إلها علاقة بالتكميم أو إلها علاقة بالأعضاء اللي ذكرناها اليوم فما مننصح فيها نهائيا لأنه برضو القمر رح يكون منتحس خلال هذا اليوم فما مننصح بالعمليات الجرحية لهاي الأعضاء تحديدا أما باقي عضاء الجسم فما في أي مشكلة لهذا الموضوع أما بالنسبة للعمليات التجميل مثل الحقن ما في أي مشكلة ولكن يعني الجرحة شوي أنا بحط عليه علامة استفهام ولكن إذا كانت اضطرارية ما في أي مشاكل يصلح هذا اليوم لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولا يصلح للقص العلاجي أما بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج السرطان فخلوه المسار القادم رح يكون يوم الاثمين سبعة عشر عشر بيبدأ بيبدأ في تمام الساعة ثمانية وخمس وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى اليوم التالي اللي هو حتى صباح يوم الثلاثاء الساعة أربعة وأربعة واربعين دقيقة صباحا لا يستقر القمر بعدها في برج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمر واحد وعشرين يوم في تمام الساعة ستة وخمس واربعين دقيقة مساء بصير عمر اثنين وعشرين يوم نسبة الإضاءة بصير سمعة وخمسين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم ثلاثة وعشرين عشرة هو الآن سعيد بنسبة مية في المية طيلة النهار رح تكون بنفس النسبة أما بالنسبة للقمر اللي موجود في السرطان حتى يوم ثمنتاش عشرة فهو الآن سعيد بنسبة خمسة وسبعين في المية طبعا لأنه بشكل أول إشي أنه دخوله على السرطان اللي هو بيت شرفه وفي نفس اللحظة يعني له بعض الزوايا الإيجابية اللي ما رح تستمر كثيرا فبعد منتصف الليل يعني بيبلش يصير منتحس فبيصير منتحس بنسبة أربعين في المية في ساعات الصباح بتنزل نسبة النحوسة لعشرة في المية بعدين في ساعات المساء المتأخرة برجع سعيد بنسبة عشرة في المية أما بالنسبة للعطارد في الميزان حتى يوم تسعة وعشرين عشرة فهو منتحس بنسبة عشرة في المية الزهرة في الميزان حتى يوم ثلاثة وعشرين عشرة سعيدة بنسبة سبعين في المية المريغ في الجوزاء حتى يوم ثلاثين عشرة هي منتحسة بنسبة عشرة في المية المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم ثمانية وعشرين عشرة بعدين يرجع للحوت ويكمل تراجعه منتحس بنسبة خمسين في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 عشر منتحس بنسبة 40% وأورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22 واحد منتحس بنسبة 10% نيبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23 ثلاثة سعيد بنسبة 15% أوصلنا لتوقعاتنا اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم التركيز كله رح يكون على أمور البيت والعائلة فرح تنهمكم بأمور الهاصلة بالبيت والعائلة أهمش أنكم ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم أو على عائلتكم حاضروا التصرف العدائي ما تخالفوا القوانين والإرشادات ممكن تعاني من بعض الإرهاق النفسي وممكن تسمع نوع من أنواع العتاب أو اللون بسبب إهمالك أو كلام جارح أو حتى تلفيق تهمي بالنسبة لإلك فبدك تتحمل قدر الإمكان في أمر عائلي رح يشغل فكرك وممكن يثيرك شوي أو يخليك تعصب برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتنشطه اليوم بشكل عالي جدا في أمور الاتصالات السفريات التنقلات ولكن بتكونوا أكثر صبرا على الطرقات يعتبر هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان وللتعامل مع الإخوة والجيران تقدروا تعبروا عن رأيكم ولكن بهدوء ودون إثارة العداوات والتحفظات حاول أنك ما تترك مجال الغموض باستطاعتك مناقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة اليوم ما رح تهدأ وطيرتك من كثرة تحركاتك واتصالاتك ونشاطك الفكري عند قدرة عالية جدا على الإقناع ولكن حاول أنك تكون واضح بكلامك عشان ما تنفهم غلط بالنسبة لموليد برج الجوزاء اليوم بيحملكم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي منكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعود لهم أو يحصلوا على هدية أو جائزة أو نوع من أنواع الدعم أو مستحقات لإلهم بيستردوها أهم إشي أنك تخففوا من النفقات ممكن اليوم تناقشوا موضوع بيتعلق بتمويل أو قرض أو ممكن تحصلوا على التسوية اللي بتحلموا فيها هاي الفترة بتفتح أمامكم أبواب للحوار والنقاش البناء وبتقدروا تبرروا عن مواقفكم بوضوح لكن بدون أي عصبية وحاولوا أنكم تبعدوا عن أي سوء تفاهم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم أنتم مشحونون بالنشاط والحيوية وعندكم قدرة عالية على إنجاز الكثير من مشاغلكم لأن القمر انتقل عندكم فحاولوا أنكم ما تترددوا في فرض وجهة نظركم بترتفع المعنويات والأجواء بتكون واعدة بحسم إيجابي أو انطلاقة لعمل أو صفحة جديدة هذه الأيام بتحمل لكم فترة فيها تقدم وأخبار جديدة وبتعيد لكم النشاط لحياتكم اليومية وحتى على المستوى العاطفي أيام جميلة ولكن بتظن الأمور اللي إلها علاقة بالعائلة هي اللي بتشغل فكركم برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر الآن انتقل وصار موجود في بيت المتاعب ورح يستمر وجوده في برج السرطان لغاية صباح يوم الثلاثاء فعشان هيك هاي الأيام بسيطر فيها التعب عليكم حاولوا أنكم تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل واخلدوا للراحة حاولوا ما تتخذوا قرارات حاسمة بهاي الفترة ها بتكون الظروف مخيبة للأمال وربما بتحمل بعض الخسائر والفشل أو التعب خلال هاي الفترة بتفشل أعمالك وممكن يعني بتكون فيه نوع من أنواع البطء في حصد النجاح وتقيب أمالك لتأجيل أو لإلغاء في اللحظات الأخيرة أو وعود ما بتتنفذ في هاي الفترة برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أهم إشي إنكم تتجنبوا انتقاد أي شخص بهاي الفترة طبعا اليوم بناسبك العمل من ضمن مجموعة من الزملاء أو الأهل وانت اليوم بحاجة لكل التحالفات والدعم رح تفرح لتفاهم الآخرين لإلك وممكن تحصل على تأييد أو تشارك في ورشة عمل اليوم من ضمن العلاقات الاجتماعية والمعارف ممكن تطلب أي شيء أو أي مساعدة وممكن يتلبى النداء ولكن زي ما حكينا ما تفرض سلطتك على أصدقائك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين اليوم القمر موجود في بيت السمعة وبيت العمل والعلاقات مع المسؤولين فاليوم بوسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم في مجال عملكم وعلاقاتكم وهذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن ممكن تشعر وكأنه محيطك المهني أو الاجتماعي ما بيتعاطف أو ما بيتعاون معاك حاول أنك ما تخشى شيء وما تخشى المواجهة أو المنافسة شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجح الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع القلق والتوتر فعشان هيك برضو ما بنفع فيها لا المجازفة ولا المغامرة ولا مخالفة القوانين برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر الآن انتقل وصار في برج السرطان اللي هو بيت حليف لإلكم البيت التاسع فاليوم بتنشطوا باتصالاتكم لبعيدة أو التعامل مع أجانب أو السفر أو حتى ترتيب أوراق قانونية أهم شيء انك تكون أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة بتعيش وأجمل اللحظات وأكثرها حظا طبعا بتختفي المنافسات في هذه الفترة والعدوات وهذا شيء بسهل عليك جميع تحركاتك أهم شيء انك ما تقف ساكن وتستغل فترة هاي لأنها إيجابية وداعمة على كثير من المستويات حتى على المستوى العاطفي ولقاء الأحبة والتواصل حتى مع أشخاص خارج البلاد والامتحانات الجامعية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بتنهمكوا في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات فثم فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن حاولوا أنكوا تتصرفوا بدون تباطئ لتصحيح الأوضاع ولا إعادة بعض الأمور لنصابها الأجواء كلها بتركز على الوضع المالي اللي العلاقة بفواتير بدفعات بنك ضريبة تأمين كلها هاي الأمور اللي بتلفت انتباهك واللي ممكن أنك أنت تشتغل عليها حاضروا أهم إشي مخالفة القوانين والتعليمات وحاول أنك ما ترفض أي مساعدة من قبل الآخرين ممكن تعالج موضوع بيتعلق موضوع مالي أو إداري برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا ينصب إهتمامكم حول موضوع الشراكة هو أكثر شيء بتركزوا عليه خلال هذا اليوم اللي هو الشراكة المالية والشراكة العاطفية وبتقدروا تبحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بشركاءكم إن كان بالعمل أو العاطفي تعتبر هاي فترة لأن القمر موجود مقابلك تماما فهي فترة متوترة ممكن تتورط في أزم ما ممكن تضطر لإبطاء بمسار بعض الأمور أو الخطوات أو تغيير نمط معين لا بأس في ذلك أهم شيء أنك ما توجه أي انتقاد لأي أحد حاول أنك تكون عقلاني ولا تنسى أننا حكينا عن زاوية الشمس وبلوته اللي موجود عندك وهي زاوية تربيع خطيرة فأنت أكثر الأشخاص اللي يبدأك تكون حذر برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بيتراكم العمل لديكم أكثر من الحد الطبيعي اليوم لأن القمر صار موجود ببيت العمل والصحة فعشان هيك بتكون تحاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم حاولوا أنكم ما تدخلوا في أي مواجهة مع زملاءكم بالعمل أو المسؤولين عنكم بالعمل وحذروا من أي تراجع صحي حاولوا أنكم تغيروا من أولوياتكم إذا دعت الحاجة ومات عنده وباكروا للعمل تفادي لأي تأخير في الأعمال يعني بتكونوا تركزوا على أعمالكم ما تحاولوا تعملوا عملين في نفس الوقت حاولوا تركز على عملة تنهي تنتقل للآخر وركز دائما أو خلال اليومين هدولة على العمل الضروري والمهم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر اليوم رح ينتقل ويصير في البيت الخامس لكم اللي هو بيت الحظ أو بيت العاطفة بيت العلاقات مع الأحبة فاليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وبرضو اليوم هذا بيقدم لك فرصة مناسبة للمصالحة وللتسوية وكذلك للتعارف والارتباط والأمور العاطفية وحتى الهوايات برضو والترفيه نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استيعاب الأمور ممتازة جدا تعتبر هاي فترة إيجابية ودعملة إلك فعشان هيك لازم تستغلها بكل طاقتك لا الأمور اللي بتناسب وضعك ممكن تهتم ببعض الأحبة أو تنشغل بمسألة بتتعلق بأحد الأبناء هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء